أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مشاهدي التلفزيون المصري ما زالت هذه التغطية الحية والمباشرة من على شاشة التلفزيون المصرية تتواصل مع حضراتكم احتفالا وابتهاجا بالإنجاز العظيم الذي تحقق بفضل هذه الثورة ثورة الثلاثين من يونيو والتي سطرها المصريون بأحرف من نور في هذه الساعة التي نتناول فيها هذا الملف الهام يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع دكتور وليد أهلا بك ضيفا كريم أهلا وسهلا مصطفى وأهلا وسهلا وكل سيد المشاهدين وكل سنة وإحنا جميعا طيبين كل سنة وحضرتك طيب دكتور وليد إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذه المرحلة عشر سنوات من الإنجازات التي تحققت على أرض الدولة المصرية في الملفات كافة سواء في الملف الاقتصادي أو في الملف الاجتماعي أو في الملف السياسي لكن نحن بالصدد الآن الحديث عن الملف الاقتصادي وما تحقق على أرض الواقع على الرغم من التحديات الدولية المحيطة بنا في كل مكان ما الذي يمكن أن نقوله وأن نفتخر به في هذه المرحلة عايز أقول انطلاق الهوية المصرية إلى الإنجاز رغم التحديات لأنه لما أبدأ في صورة 30 يونيو هذه الصورة هي صورة الحفاظ على الهوية المصرية أعطني هويتي وتركني أنطلق الهوية المصرية قبل وانا لما أتكلم عن الاقتصاد هو المصري بيبدع إمتى لما يكون هو لما يكون مصري ما يكونش أي حاجة تاني فسنوات من الاتراب السياسي ظهر فيها على السطح بعض الطيارات التي كانت تريد أن تجذب مصر إلى هوية غير هويتها هذه الهوية العريقة العميقة السابطة الراسخة أكثر من أي دولة في المنطقة وأكثر من أي دولة في العالم مصر دولة قبل أن يتحدد المفهوم الكامل للدولة صورة 30 يونيو عندما استعادت الهوية المصرية المصري في الأزمات يبدع فكلما ازدادت أزماته شوفنا في حرب أكتوبر ما كانش حد يصدق أن مصر هتنتصر وأن هي هتعبر وأن هي تسترد أرضها في حرب أكتوبر كان هناك المصريين ضحوا بحاجات كتير جدا في سنوات الإعداد للحرب بالتالي فكانت صورة 30 يونيو هي صورة تريد أن يستهدف منها المواطن المصري استرداد هويته ثم ينطلق ماذا بعد الصورة كان هناك حالة من التناغم الشديد ما بين قائد يعني قائد تاريخي قائد وهبه الله إلى مصر زعيم عبد الفتاح السيسي وشعب متعطش الشعب هو اللي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يترشح نعم هم يعني ما الكل يتذكر هذا الموضوع الجماهير هي التي طالبته نعم رغم أنه أعلن ومن اليوم الأول أن التحديات كبيرة الجميع كالجميع قبل وكان هناك تحدي صعب جدا وهو تحدي برنامج الإصلاح الاقتصادي سنوات من الاضطراب السياسي لم يشعر فيها المواطن بفداحة الكرسة الاقتصادية اللي كانت بتعيشها مصر لأن كانت مصر بتعيش على المعونات والمنح واستنزاف الاحتياطي بينما كان هناك توقف كامل لعجلة الإنتاج دولة كبيرة كمصر واقتصاد كبير كمصر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد معتمدا على المساعدات أو المنح أو المال السياسي من هنا كان لابد من أن يكون هناك قرار جريء أتقص على السيد الرئيس ببرنامج إصلاح اقتصادي متكامل وشامل وقصير وخشن خشن المراضفات كثيرة دكتور وليد برنامج ضخم وكبير وخشن وصلب ومرن في وقت واحد مع العلم أنه كل هذه المراضفات ينبغي على المواطن المصري أنه هو بيشعر وبيشوف وبيشاهد هذه المراضفات جميعها على أرض الواقع في الشارع المصري لأنه تحملها لأن لم يكن للشعب أن يتحمل هذه الصعوبات إلا ثقة في قائده ولم يكن للقائد أن يصدر هذه القرارات الجريئة إلا ثقة في شعبه هذه الحالة من التناغم التي خلقتها الثورة ما بين القائد وما بين الشعب هي التي أسست لهذه التنمية برنامج إصلاح اقتصادي بدأ في الفترة من نوفمبر 2016 نوفمبر 2019 تم فيه السير في ثلاثة محاول المحور الأول بالنسبة لك اقتصاد هو تحسين مالية الدولة فلا يوجد في الدول في العالم دولة يمكن أن تؤسس لنهضة وهي مفلسة نعم لابد من تعزيز مالية الدولة وأن يكون لديها قدرة على الإنجاز وعندها قدرة مالية على الإنجاز وحدث ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تم أعادة هيكلة الدعم تم أعادة هيكلة الموازنة العامة وهيكلة الإنفاق والتركيز على الإنفاق الاجتماعي والمحور الثاني كان بالتوازي إليه هو الانطلاق في القطاعات القائدة كانش ينفع وصف مصطفى أبداً نتكلم في استثمار في القطاع الصناعي أو الزراعي من غير بنية تحتية كانش ينفع نطلب المستثمرين زي ما بنطلبهم النهاردة أن هم يشتغلوا مع الدولة ويبدأوا يقوموا بمشروعات وهو القطاعات اتصالات متأخر الطرق مش موجودة القاهرة مقفولة الوصول إلى سينة الاقتصادية الجديدة صعب مفيش بالتالي كان يجب وما أقدرش أطالب القطاع الخاص أنه يقوم بكبري أو يفتح نفق أو يبني مينة صعب طبعاً مشروعات أو يقوم بمحطة كهرباء خصوصاً في هذا الوقت أنا أفكر حضرتك المؤتمر الاقتصادي في 2015 شرم الشيخ كل المستثمرين عايزين يشتغلوا في مصر بس مش عارف البيئة مش مهيئة للعمل طيب علشان نهيئة البيئة للعمل كان بالتوازي مع تحسين مالية الدولة كان يجب أن يكون هناك مشروعات بنية تحتية قبرى تهيئ الأرض للعمل والنشاط هذه المشروعات كان لها دور قبل ما نقطف سمرها كان لها دور مهم جداً وهي تشغيل المصريين وأفكر حضرتك والسادة المشاهدين بالمصريين اللي كانوا راجعين من ليبيا في الوقت ده ما عندهمش شغل هو ده اللي أنا عايز أسأل حضرك فيه دكتور وليد وهو الوضع السابق ل2015 أو حتى 2014 والوضع الذي تحقق بعد 2014 بعد أن أدى السيد الرئيس اليمين رئيساً لجمهورية مصر العربية والوضع اللي احنا وصلنا لي دلوقتي أنا بتكلم عن المحور الاقتصادي ما تحقق على أرض الواقع في ظل هذه الأزمات يعني أريد أن أشرك المشاهد الكريم معنا في هذه الصورة ربما هناك من تناسى أو يعني تناسى في انشغاله بالحياة ما كانت الدولة المصرية عليه وما تحقق وما نصب إليه في المستقبل القريب خلينا نقول أن دلوقتي الدولة اشتغلت على مشروعات البنية التحتية وتحسين ماليتها في محور التحدي ولازم يكون بالتوازي معهم وهو كان تحدي الإرهاب احنا ابتدنا مع تحدي الإرهاب ده أول تحدي بالزبط ثم استمرنا في التنمية وقتت إلينا تحديات كورونا مجرد انتهينا من تحديات الإرهاب انتهينا من الإرهاب وانتهينا من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019 كورونا ظهرت في ديسمبر 2019 في آخر 2019 مشينا برنامج الإصلاح الاقتصادي بنتاجه ساعدت الدولة أن تتحمل الأزمة أو تبعات وتكلفة أزمة كورونا بالكامل نيابة عن المواطن لمدة تقترب من السنتين مع تحديات صعبة جدا ومجرد انتهاء تدعيات كورونا ظهرت تدعيات الحرب الأوكرانية روسيا وأوكرانيا مع تدعيات الحرب الأوكرانية ظهرت مشكلات مشكلة غزة وكل ده ترتب عليه مش بس قضية حرب ده تضخم عالمي عقوبات ما بين أوروبا وما بين روسيا ارتفاع كبير في تكلفة الشحن ارتفاع كبير في تكلفة البترول ارتفاع كبير في تكلفة عناصر الإنتاج اللي بنستوردها كل ده بالتوازي إذن الخط العام يا سيد مصطفى وإحنا ماشيين نسير في تنمية بصراحة أنا مشفق علينا إحنا كمصريين لأننا لما بتابع تاريخ الشعوب اللي حققت معدلات تنمية أنا شفت تنمية حدثت في فيتنام النمور الأسيوية اللي ظهرت في بداية الألفينيات في ظروف أحسن من كده عاقت أفضل من كده إحنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا نسبة الفائدة علشان ندبر تمويل علشان نشتغل بيه ونقوم بيه المشروعات نسبة فائدة مرتفعة جدا يعني أنا لما بشوف تركيا في 2007-2008 لما حصلت على تمويل لصناعة التنمية كانت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا بيحصلوا على 2008 2008 وتذهب للاقتصادات النشأة بنسبة فايدة محدودة جدا إحنا بنصيغ في مصر وبنقيم تنمية في أصعب الظروف ولكن رغم ذلك توقيل بديل